رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن انسحاب الجيش من الحوار الوطني الذي تديره الألية الثلاثية الفريق البرهان يؤكد أيضاً أنه بعد تشكيل الحكومة المقبلة سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة في تأثير لتلك المواقف على الشلل الحاصل في البلاد أولاً عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حالياً والتي تسهلها الآلية السلاسية وذلك لإفساح المجال للقوة السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى من الجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستغلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية وعليه آمل أن تنخرط هذه القوة في حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني ويمكن من إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة ويعيد الجميع إلى مسار التحول والانتغال الديمقراطي وأكد هنا أن القوات المسلحة لن تكون مطية إلى أي جهة سياسية للوصول لحكم البلاد معنا الآن من الخرطوم الكاتب الصحفي أشرف عبد العزيز مساء الخير أستاذ أشرف مرحباً بك معنا من جديد في غرفة الأخبار كلمة مفاجأة أو على أقل فاجأت البعض من السودانيين وخارج السودان ما قاله الفريق البرهان أولاً كيف نفهم ما جاء في تصريح السيد البرهان وفي هذا الوقت بالتحديد يمكن أن نفهمه في السياق أنه استجابة ضمنية لبعض مطلوبات الشارع السوداني التي ظلت تطالب لوقت طويل منذ الخامس والعشرين من أكتوبر بضرورة أن يعود العسكريين إلى السكنات وأن يكونوا خارج المشهد السياسي الآن رمى البرهان الكرة في ملعب السياسيين وقال لهم اتفقوا حتى تستلموا هذه الحكومة حتى نكون حكومة مدنية ونحن سنكون في المجلس العسكري الانتقالي ولذلك هنا تتبقى بعض التعقيدات تحتاج إلى معالجات وإلى تفصيل ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بعد أن يبدأ الحوار ويصل إلى نهاياته بالتوافق بين القوة المجتمعة خاصة أن الشارع السوداني ما زال منغسما حتى إذا خطاب البرهان الأخير نعم ولكن هل بالفعل الفريق البرهان رمى الكرة في ملعب السياسيين أم أنه كما يرى البعض قلب الطاولة على الجميع لأن ما يشهد السودان اليوم هو أيضا نتاج الإجراءات التي تم اتخاذها في 25 أكتوبر الماضي القرارات التي اتخذها السيد البرهان نفسه ما الذي سيحصل لهذه الإجراءات التي تم العمل بها من بعد 25 أكتوبر هو بالتأكيد واضح أنه فيه إغرار هذا الخطاب فيه إغرار بأن ما تم الآن قد ألغي تماما وأن المرحلة الجاية لن تكون كسابق هذه المرحلة الحالية ما بعد 25 أكتوبر بمعنى أن الحكومة ستعود مرة أخرى وستشكل من غبل المدنيين ولكن هناك اشتراط بأن يكونوا من زوي الكفاءة وهناك اشتراط آخر من خلال الخطاب بأن يتم التوافق بين كل القوى السياسية لاختيار هذه الحكومة الجديدة مع إشارة لأن الغوة السورية هي التي من المفترض أن تقوم بتشكيل هذه الحكومة إذن هو فيه عدد من المؤشرات المختلفة التي تعالج بعض الغضايا الحالية فيما يدور في قلد الساحة السياسية السودانية الملتهبة وفي البعض الآخر يحتاج إلى انتظار وتروي لمعرفة ما ستكشف عنه التفاصيل في مقبل الأيام القادمة ولكن كما قلت أنه بالفعل خطاب مفاجئ في إطار خطوة إيجابية نحو تحقيق التسوية السياسية في السودان وإن كانت هناك قوى في الشارع ما زالت طرفه ذلك تماما وتعتبر أن هذه الخطوة تماسل خطوات سابقة ولا تضمن أن يكون المجلس العسكري يمكن أن يتدقل مرة أخرى في الشأن السياسي وتقول أنه إذا كان البرهار رئيسا للمجلس السيادي في السابق وغامي بخطوات الخامسة والعشرين من أكتوبر ما الذي يمنعه الآن إذا أصبح رئيسا للمجلس العسكري وبالتالي هنا ستكون هناك تعقدات خاصة فيما يتعلق بصلاحيات هذا المجلس العسكري الجديد أيضا هناك بعض الأمور التي لم تزل غير واضحة كما أشرت ساذ أشرف من الذي سيحل محل المجلس السيادي في الحوار هل سيكون هناك طرف يمثله هل لديك أي تصور عن هذا الموضوع لا لن يكون هناك طرفا هو في تقديري من المفترض أن تجتهد الآلية الثلاثية بعد انسحاب هذه القوى الرئيسة في الحوار وهي الممثلة في المكون العسكري في أن تحسب المسألة المتعلقة بالخيارات الخاصة بما هي القوى التي من المفترض أن تتفاوت حتى تشكل الحكومة القادمة لأن هناك تحفوزات من البعض غوة ضد الأخرى وهناك انقسامات فإذا توافقت هذه القوى وجميعها شاركت في هذا الاختيار بالتأكيد هذا يعني أن الأمور ستسير على ما يرام ولكن بالتأكيد إذا لم توافق ستظل البلد مشلولة وهذا قد يغرب سيناريو آخر هو سيناريو الانتخابات المبكرة أو سيناريو المزألة المتعلقة بالمواجهة والتزعيد حتى النهاية باعتبار أن ما قدمه البرهان هو تنازلات ويكون أن يقدم أكثر منها إذا كان هناك تصعيدا على مستوى الشارع إذن الخبارات مفتوحة ولاحد يستطيع التكهل في هذا اللحظ هل ما سمعناه اليوم من الفريق البرهان يدل بشكل أو بآخر على أن السيد البرهان والعسكر الذين يديرون شؤون البلاد اليوم يعني نفضوا يدهم من كل ما جرى بعد الخامس والعشرين من أكتوبر وأقروا بأنه هناك طريق مسدود يجب السير في اتجاه آخر ولحد كبير الورغة التي قدمتها قوة الحرية والتغيير وأسمتها بإجراءات ومطلوبات إنهاء الحالة الإنقلابية يكاد أن يكون البرهان ذهب في هذا الطريق دون أن يشير إلى ذلك صراحة لأنه غالى سيسهب ويخرج من المشهد السياسي وسيكون هو المجلس العسكري إذن هو بالتالي أصبح بعيدا عن الحكم المدني وتفاصيل السلطة الانتغالية المتعلقة بالحكم المدني وبالتالي استجابة لمطلوبات الجماهير وكما قلت رمى بالكرة في ملعب السياسة إذن هل القوى السياسية ستتفق وستتحاور وستصل إلى مرحلة الحكومة المدنية كما تطالب أم ستواصل خيار المواجهة حتى تزيح حتى المجلس العسكري الانتغالي الجديد باعتبار أنها لا ترغب في بعض الشخصيات فيه باعتبار أنها هي مسؤولة عن بعض الإشكالات التي نجم عنها شهداء متظاهرين سلمين وإن كان خطاب البرهان نفسه قد أشار إلى أنه سيتم التعقيق بشأن هؤلاء الذين تم اغتيالهم وأصبحوا شهداء وهم متظاهرون سلمين طيب سأنا نناقش على كل حال هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا في الساعة الثانية من غرفة الأخبار شكرا لك الأستاذ أشرف عبد العزيز الكاتب الصحفي كان معنا من الخرطوب